اشتركوا في القناة اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أما بعد فلازلنا نقرأ في كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة للشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة ووقفنا عند القاعدة الأربعين وهي قوله رحمه الله القاعدة الأربعون يجب فعل المأمور به كله فإن قدر على بعضه وعجز عن باقيه وجب عليه فعل ما قدر عليه إلا أن يكون المقدور عليه وسيلة محظة أو كان بنفسه لا يكون عبادة فلا يجب فعل ذلك البعض هذه القاعدة مفرعة على قاعدة تقدمت معنا ذكرها المصنف رحمه الله وهي القاعدة الرابعة وهي قوله الوجوب معلق بالاستطاعة وهذه القاعدة وهي قاعدة الوجوب معلق بالاستطاعة عرفنا أنها تعتبر أصلاً معتمداً في الشريعة لأن الشريعة في جميع مواردها وجميع مصادرها تفرق بين القادر والعاجز ويدل على هذا أدلة كثيرة من القرآن والسنة ستأتي تقدمت معنا وستأتي الإشارة لها مرة أخرى عند التعليق على القاعدة التي ذكرها المصنف رحمه الله فالقاعدة الأربعون مفرعة على القاعدة الرابعة وإضاح هذه القاعدة هي أن المكلف إذا طلب منه الشارع فعل شيء لا يخلو بالنسبة إلى القدرة وعدم القدرة عليه من ثلاث حالات إذا طلب الشارع فعلا من المكلف فإن المكلف بالنسبة إلى قدرته على هذا الفعل وعدم قدرته عليه لا يخلو من ثلاث حالات الحال الأولى أن يقدر على فعل ما أمر به كله أن يقدر على أن يفعل ما أمر به كله الحال الثانية أن يعجز عنه كله وهي تقابل الحال التي قبلها الحال الثالث أن يقدر على فعل بعضه ويعجز عن فعل بعضه فإن كان قادرا على فعل جميع ما أمر به فإنه يجب عليه ذلك ولا يخرج من العهدة والمطالبة إلا إذا فعل جميع ما أمر به وذلك لقوله سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانته فأمر بأخذ جميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن أو في السنة وكما في قوله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم هذه هي الحال الأولى الحال الثانية إذا عجز المكلف عن فعل ما أمر به فإنه يسقط عنه وتبرأ ذمته منه فمن عجز عن الصيام مثلا وعجز عن الفدية فإنها تسقط عنه لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا أسعها والقاعدة التي تقدمت معنا أنه لا واجب مع العجز كما أنه لا محرم مع الضرورة وكذلك إذا أمر الله سبحانه وتعالى وكذلك لما أمر الله سبحانه وتعالى بالحج فمن عجز عنه ولم يستطع أن ينيب أحدا فإنه يسقط عنه وجوب الحج لأنه لا واجب مع العجز ويدل على هذا الكتاب والسنة فأما الكتاب فقوله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم فقد علق الإتيان بما يكلف به العبد بالقدرة والاستطاعة وكما في قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فقد علق النبي صلى الله عليه وسلم أيضا امتثال ما أمر به باستطاعة العبد فدل ذلك على أن المعجوز عنه غير واجب عليه أي على العبد الحال الثالثة وهي التي ذكرها المصنف رحمه الله في هذه القاعدة وهي إذا قدر المكلف على بعض ما أمر به وعجز عن البعض الباقي فما الحكم حينئذ والجواب على ذلك أنه يجب عليه أن يأتي بما قدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه لا يكلف العبد إلا ما يستطيع أما ما يعجز عنه فإنه لا يكلفه به وهذا وهذا راجع أيضا إلى أصل تقدم معنا وهو تبعض الأحكام فإن ما يقدر عليه العبد يكون حكمه الوجوب وما يعجز عنه يكون حكمه عدم الوجوب وما هو الدليل على هذا الدليل على هذا هو الجمع بين أدلة الحال الأولى والحال الثانية التي تقدمت معنا لأن هذه الحالة الثالثة فيها شبه بالحال الأولى من وجه وفيها شبه بالحال الثانية من وجه آخر فإذا جمعنا بين أدلة الحالين الأولى والثانية ونظرنا لهما فإننا نقول ما قدر عليه العبد من العبادة وجب عليه أن يأتي به وما عجز عنه فإنه يسقط عنه ومثال ذلك لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالصلاة حال القيام وأوجب ذلك في صلاة الفريضة فمن عجز عن القيام في صلاة الفريضة فإن الصلاة لا تسقط عنه ولكنه يصلي جالسا ويأتي بما يقدر عليه من القراءة والتسبيح في الركوع والتسبيح في السجود وهكذا في سائر العبادات ولو أنه قدر على أن يأتي على أن يقف في عرفة ولكنه عجز عن الرمي فإنه يجب عليه أن يأتي بما قدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه فإذا لم يستطع الرمي فإنه يجب عليه أن ينيب فإذا لم يجد أحدا ينوب عنه فهل تجب عليه فدية ترك الواجب أو أنه يسقط عنه الوجوب ولا يكون عليه شيء في هذا قولان لأهل العلم منهم من يقول تجب عليه الفدية لقول ابن عباس رضي الله عنهما من ترك واجبا فعليه دم ومنهم من يقول يسقط عنه الواجب لأن هذا هو الأصل في الشريعة أن من عجز عن شيء سقط عنه ولأن الأصل براءة الذمة فيستصحب هذا الأصل وهذا القول الثاني له حظ قوي من النظر والقول الأول أحوط فإذا الحال الثالث أن من قدر على شيء وعجز عن بعضه فإنه يأتي بما قدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه ويستثنى من ذلك صورتان إذا عجز عنه ما المكلف فإنه لا يجب عليه أن يأتي بهما ولو قدر على بعضهما يستثنى من ذلك يستثنى من الحال الثالث صورتان إذا قدر على بعض إحداهما وعجز عن البعض الآخر فإنه يسقط عنه كل ما أمر به ولا يجب عليه أن يأتي بما قدر عليه لا يجب عليه أن يأتي بما قدر عليه الصورة الأولى إذا كان ما أمر به المكلف وسيلة محظة فقدر على بعضها وعجز عن البعض فإنه يسقط عنه الجميع والمقصود بالوسيلة المحظة هي ما لا يقصد التعبد به لذاته ما لا يقصد التعبد به لذاته وإنما هو مقصود لغيره فالوسيلة المحظة هي التي ليست مقصودة لذاتها وإنما هي مقصودة لغيرها ومن الأمثلة المشهورة على هذا أن من كان أصلع لا شعر له فإذا اعتمر أو حج هل يجب عليه أن يمر الموسى على رأسه أو أنه لا يجب عليه ذلك والجواب على هذا أنه لا يجب عليه أن يمر الموسى على رأسه وذلك لأن امرار الموسى على الشعر وسيلة محظة لإزالة الشعر وليست مقصودة لذاتها فليس إمرار الموسى على الشعر مقصودا للشارع وإنما مقصود الشارع هو إزالة الشعر بالحلق والموسى وسيلة لذلك فمن قدر على إمرار الموسى على الشعر لكنه لا شعر له فإنه يسقط عنه إمرار الموسى على رأسه وذلك لأن إمرار الموسى وسيلة محظة والقاعدة أن الوسيلة المحظة إذا قدر المكلف على بعضها وعجز عن بعضها تسقط عنه تسقط عن المكلف كلها ومثال آخر وهو أن الله سبحانه وتعالى أوجب صلاة الجماعة في المسجد على أظهر أقوال أهل العلم فمن قدر على أن يمشي إلى منتصف الطريق وعجز عن إكمال المسير إلى المسجد وليس عنده أحد يوصله إلى المسجد من غير مشقة فإنه لا يجب عليه أن يمشي إلى منتصف الطريق لأن المشي يعتبر وسيلة محظة للعبادة بمعنى أنه ليس مقصود لذاته وإنما هو مقصود للإتيان بصلاة الجماعة فلا يجب عليه أن يمشي منتصف الطريق ثم يرجع وكذلك في الحج فمن قدر على أن يسير منتصف الطريق كان معه نفق التكفيه إلى أن يسير إلى منتصف الطريق أو كانت قدرته البدنية تعينه على أن يسير إلى منتصف الطريق لكنه لا يستطيع أن يكمل ذلك وليس عنده دابة يركب عليها وليس عنده من يحمله من غير مشقة فإن السير فإن السعي إلى الحج أو إلى العمرة أيضا يسقط عنه لأن هذا وسيلة محظة والقاعدة والقاعدة أن الوسيلة المحظة إذا قدر المكلف على بعضها وعجز عن الباقي فإنها تسقط كلها هذه هي الصورة الأولى المستثنات من الحال الثالثة الصورة الثانية المستثنات من الحالة الثالثة هي إذا كان الفعل الذي قدر المكلف على بعضه وعجز عن بعضه لا يكون عبادة بنفسه إذا كان الفعل لا يكون عبادة بنفسه بمعنى أن الشرع لم يأمر به على وجه الإيجاب أو على وجه الاستحباب وهذا هو معنى العبادة وهي ما طلب الشارع فعله على وجه الإيجاب أو على وجه الاستحباب فما لم يكن عبادة بنفسه إذا قدر المكلف عليه فإنه يسقط عنه ومثال ذلك أن الله سبحانه وتعالى أوجب صيام نهار رمضان فلو أن المكلف أمكنه أن يصوم نصف النهار لكنه لا يستطيع أن يصوم النهار كاملا فهل يجب عليه أن يصوم نصف النهار أو أنه لا يجب عليه ذلك والجواب أنه لا يجب عليه ذلك لأن صيام نصف النهار ليس عبادة بنفسه فإن الله سبحانه وتعالى لم يأمر لا في القرآن ولا في السنة بصيام نصف يوم لا على وجه الإيجاب ولا على وجه الاستحباب فلما لم يكن عبادة بنفسه فإنه يسقط عن المكلف لكنه ليس له أن يأكل أمام الناس مراعاة لحرمة النهار كالمسافر إذا قدم إلى بلده في أثناء النهار وهو مخطر فإنه ليس له أن يأكل أمام الناس وذلك مراعاة لحرمة النهار فإذن الصورة الثانية المستثنى هي أن ما كان أن ما ليس عبادة بنفسه ليسقط عن العبد وهل يجب عليه البدل أو لا يجب عنه أو لا يجب عليه البدل إذا سقط عنه والجواب على ذلك لأن الساقط له حالان الحال الحال الأولى أن يكون الشارع قد جعل له بدلا فحينئذ يجب عليه أن يأتي ببدله ومن أمثلة ذلك المثال الذي تقدم معنا وهو من استطاع أن يصوم بعض النهار وعجز عن صيام الباقي فإنه يسقط عنه الصيام ويجب عليه البدل وهو القضاء متى ما أمكنه الصيام ويتعلق الوجوب بذمته الحال الثانية أن يكون الشارع لم يجعل له بدلا فإنه إذا سقط الوجوب عن المكلف لا يطالب بالبدل لأن الشارع لم يجعل له بدلا ومن أمثلة ذلك من عجز عن فدية الوقاع في نهار رمضان فإنها تسقط عنه ولا يجب عليه أن يأتي ببدل عنها وذلك لما في الصحيحين من حديث الأبي هريرة رضي الله عنه في قصة الأعراب الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه واقع أهله في نهار رمضان فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة المغلظة وهي عطق رقبه فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا فلما أخبره النبي صلى الله فلما أخبره الأعراب أنه لا يستطيع لذلك كله لأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس عنده فجاء رجل بمكتل أي بزنبيل فيه طعام فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ودفعه للأعراب وقال تصدق به فقال الأعراب والله لا أفقر بين لابتيها مني يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه فأطعمه أهلك فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أمر الأعرابية بأن يطعم هذا المكتل أي هذا الزنبيل أهله ولم يخبره بأن الكفارة واجبة في ذمته وهذا المقام مقام بيان والعلماء يقولون السكوت في مقام البيان بيان فلما سكت النبي صلى الله عليه وسلم بلا عن إخبار الأعراب بوجوب الكفارة دل ذلك على أنها لا تجب عليه والعلماء كما قلنا يقولون السكوت في مقام البيان بيان وهذه القاعدة التي ذكرها الشيخ رحمه الله إختصرها من قواعد الحافظ ابن رجب رحمه الله قال القاعدة الأربعون يجب فعل المأمور به كله هذه الحال الأولى التي ذكرناها فإن قدر على بعضه وعجز عن باقيه وجب عليه فعل ما قدر عليه هذه الحال الثالثة ثم استثنى منها الصورتين فقال إلا أن يكون المقدور عليه وسيلة محظة وهذه الصورة الأولى ثم ذكر الصورة الثانية فقال أو كان بنفسه لا يكون عباده فلا يجب فعل ذلك البعض لا يجب فعل ذلك البعض لذلك هنا الإشارة هنا راجعة إلى الصورتين السابقتين أما الحال الثانية من الأحوال التي ذكرناها فهي مفهومة من كلام المصنف رحمه الله لأنه إذا سقط عن المكلف بعض العبادة عند العجز فسقوط جميع العبادة عند العجز كذلك قال رحمه الله القاعدة الحادية والأربعون إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد تداخلت أفعالهما واكتفي عنهما بفعل واحد إذا كان مقصودهما واحدا هذه القاعدة إحدى قواعد التداخل في العبادات إحدى قواعد التداخل في العبادات وصورتها أن تجتمع عبادتان عبادتان فتدخل إحداهما في الأخرى ويكتفي المكلف بفعل واحدة منهما صورتها أن تجتمع عبادتان فتدخل إحداهما في الأخرى ويكتفي المكلف بفعل واحدة من هاتين العبادتين ويكون كأنه قد جاء بهاتين العبادتين ويشترط للتداخل هنا شرطان الشرط الأول أن تكون العبادتان من جنس واحد أن يكون جنسهما واحدا ومثال ذلك أن من جاء إلى المسجد لصلاة الظهر مثلا فإنه يسن له أن يصلي تحية المسجد ويسن له أن يصلي السنة الراتبة القبلية لصلاة الظهر إذا كان وقت الظهر قد دخل فهتان عبادتان وهما من جنس واحد فللمكلف أن يأتي بركعتين ينوي بهما تحية المسجد وينوي بهما أيضا السنة الراتبة القبلية لصلاة الظهر ويغني فعله الواحد عنهما يغني فعله الواحد عن ركعتي تحية المسجد وركعتي السنة القبلية لصلاة الظهر لأن هاتين العبادتين من جنس واحد وكذلك لو لأنه وطئ امرأته في نهار رمضان ولم يكفر ثم وطئها مرة أخرى في اليوم نفسه فإنه يجب عليه كفارة واحدة لأنهما عبادتان من جنس واحد فتدخل إحداهما في الأخرى بخلاف ما إذا وطئ ثم كفر ثم وطئ مرة أخرى فإنه تجب عليه كفارة ثانية أو وطئ في يوم ثم وطئ في يوم آخر فإنه يجب عليه لكل يوم كفارة أما إذا وطئ في يوم ولم يكفر ثم وطئ مرة ثانية قبل التكفير فإنه يجب عليه كفارة واحدة لأن الكفارتين دخلت إحداهما في الأخرى لهذا إذا كان العبادتان من جنس واحد أما إذا كان جنسهما مختلفا فإنه لا تدخل إحداهما في الأخرى كالزكاة والصلاة مثلا فلا تدخل إحداهما في الأخرى كما هو ظاهر والصيام والحج فلا يدخل أحدهما في الآخر كما هو ظاهر فإذا هذا هو الشرط الأول أن يكون جنسهما واحدا الشرط الثاني أن يكون مقصودهما واحدا أن يكون مقصودهما واحدا واحدا وأما إذا كان مقصودهما مختلفا فإنه لا تدخل إحداهما في الأخرى فلا بد أن يكون مقصودهما واحدا مثال ذلك المثالان الذين تقدم معنا وهما من جاء إلى المسجد قبل صلاة الظهر مثلا فإنه يصلي ركعتين بنية تحية المسجد وبنية السنة الراتبة قبل صلاة الظهر فهما من جنس واحد ومقصودهما واحد وهو التطوع لله سبحانه وتعالى وكذلك لو أن إنسانا سهى في الصلاة فإنه يشرع له أن يأتي بسجود السهو وهو سجدتان فإذا سهى في الصلاة سهوا آخر فإنه يسجد عن السهوين سجدتين فقط ولا يشرع له أن يسجد عن السهو الأول سجدتين وعن السهو الثاني سجدتين بل يكفي أن يأتي بسجدتين عن السهو الأول والسهو الثاني لأن مقصود السجود السجدتين واحد وهو جبر الخلل الذي وقع في الصلاة هذا إذا كان مقصودهما واحدا أما إذا كان مقصودهما مختلفا فلا تدخل إحداهما في الأخرى ومثال ذلك من وجبت عليه كفارة قتل فإنه يجب عليه عدخ راقبه فإن لم يستطع فإنه يصوم شهرين متتابعين فهل يكفيه هنا أن يصوم شهرين متتابعين عن تكفيرا للقتل الخطأ وتكفيرا لما حصل منه من الظهار أو أنه لا تدخل إحداهما في الأخرى والجواب على ذلك أنه لا تدخل إحداهما في الأخرى لأن مقصود الكفارتين هنا ليس واحدا فالكفارة الأولى عن قتل الخطأ والكفارة الثانية عن الظهار ومن شرط التداخل أن يكون مقصود العبادتين واحدا وقد ذكر ذلك الشيخ رحمه الله في قوله القاعدة الحادية والأربعون إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد تداخلت أفعالهما فنص على الشرط الأول وهو أن تكون من جنس واحد فقال تداخلت أفعالهما واكتفي عنهما بفعل واحد هذا هو أثر التداخل أثر التداخل أن يكتفى عنهما بفعل واحد ثم ذكر الشرط الثاني فقال إذا كان مقصودهما واحدا يعني إذا كان مقصود العبادتين واحدا أما إذا كان مقصودهما مختلفا فإنه لا تدخل إحداهما في الأخرى وإن قال قائل ما الدليل على هذه القاعدة فالجواب على ذلك لأن الدليل هو ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لطوافك يسعك لحجك وعمرتك فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرها أن الطواف العمرة يكفيها عن طواف العمرة وطواف الحج فيكفيها طواف واحد لأنها كانت صارت قارنة فلما حاضت أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تجعل نيتها بأن تدخل الحج على العمرة فأصبحت قارنة والقارن يكفيه لطواف واحد لحجه وعمرته كالمفرد فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم طواف يسعك لحجك وعمرتك يعني يكفيك لحجك وعمرتك وأجمع العلماء على هذه القاعدة في الجملة لأجمع لأجمع العلماء على أن العبادتين إذا كانت من جنس واحد وكان مقصودهما واحدا فإنه تدخل إحداهما في الأخرى وقد حكى هذا أبو عبد الله المقري في القواعد وهذه القاعدة يتضح منها يسر الشريعة ورحمة الله سبحانه وتعالى بالمكلفين فإن الله عز وجل جعل العمل الواحد يكفي عن العملين أو عن أكثر من عمل فيثاب العبد على العمل الواحد ثواب لأعمال متعددة وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة وتمام فضله عليها والشيخ رحمه الله قال إذا اجتمعت عبادتان وهذه القاعدة لا تختص بالعبادات بل تدخل أيضا في الكفارات والحدود فمن وجب عليه كفارتان من جنس واحد ومقصودهما واحد فإنه تدخل إحداهما في الأخرى كما تقدم معنا وكذلك تدخل في الحدود فمن شرب الخمر مرة ولم ولم يقم عليه الحد وشربه مرة أخرى فإنه يكفي أن يقام عليه الحد مرة واحدة ويدخل الحدان في بعضهما يكفي عنهما حد واحد وقد نبه بعض أهل العلم كالعز بن عبد السلام رحمه الله في قواعده لأن هذه القاعدة على خلاف الأصل أن قاعدة التداخل على خلاف الأصل في الشريعة فالأصل في الشريعة عدم التداخل الأصل في الشريعة عدم التداخل وذلك لأن الأحكام الشرعية تتعدد بتعدد أسبابها فإذا وجد سبب الفعل فإن المكلف مطالب بأن يأتي بالمسبب ولا يدخل أحدهما في الآخر إلا فيما دل عليه الدليل فالقاعدة لأن التداخل خلاف الأصل وما دام أنه خلاف الأصل فإنه لا يثبت إلا بدليل لأن هذا هو الشأن فيما خالف الأصل أنه لا يثبت إلا بدليل فالأصل تعدد الأحكام بتعدد الأسباب ثم ذكر رحمه الله القاعدة الثانية والأربعين وهذه سوف نتكلم عليها إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين